موسيقى مع بزوغ شمس صباح يوم الحادي والعشرين من يونيو استيقظ السعوديون على وقع انقلاب جديد في صفوف عائلة آل سعود الحاكمة في الحجاز اذ تكرر وخلال عامين سيناريا واليطاحة بولي العهد في مملكة آل سعود ففي شهر أبريل من العام 2015 اصدر ملك السعودية مرسوما بإقالة ولي العهد حينها ميقرم بن عبد العزيز وتعين محمد بن نايف محله ومنح منصب ولي ولي العهد إلى نجله محمد واليوم يصدر ذات الملك مرسوما يقيل فيه محمد بن نايف من كافة مناصبه ليمهد الطريق عبره لابنه محمد للجلوس على سدة العرش في القريب العاجل الفرق بين السيناريوهين هو أن قرارات اليوم كانت متوقعة وعلى العكس من سابقتها فلقد وطد محمد بن سلمان من سلطاته طوال السنتين الماضيتين عبر إحكام قبضته على المؤسستين العسكرية والاقتصادية مستغلا كبر سن والده اللي بتجاوز الثمانين تاركا لابن عمه محمد بن نايف مسؤولية الأمن الداخلي للمملكة بدأ خلال السنتين الماضيتين أن بن نايف ومن سلمان كان يتنافسان في إثبات جدارتهما في قيادة أكبر بلد منتج للنفط في العالم السعى كل منهما لكسب ود سيد البيت الأبيض الأمريكي حتى حسمت المعركة بينهما لصالح بن سلمان الذي أبلى بلاء حسن حتى حظي بمباركة البيت الأبيض بعد العقود الخرافية التي وقعها ترامب مع السعودية خلال زيارته الأخيرة لها وبعد أن تم الاتفاق عليها خلال زيارة بن سلمان إلى واشنطن بن سلمان الذي يبدو متعطشا لسفك دماء المسلمين سواء في اليمن أو في غيرها من دول المنطقة شهدت العلاقات السعودية الإسرائيلية تطورا كبيرا في عهده وبالشكل الذي عجل بإنهاء معركة العرش لصالحه وأما محمد بن نايف الذي سفك دماء الأبرياء في العوامية والقطيف وفي مقدمتها دماء الشهيد النمر فقد أجبر صاغرا على التنحي عن منصبه ومبايعة الدب الداشر محمد بن سلمان انقلاب يبدو سلسا لكن الصراع داخل عائلة آل سعود أصبح أكثر شراسة فقد ازدادت أعداد المبعدين والمعزولين من أبناء مؤسس المملكة وما هي إلا مسألة وقت قبل أن ينفجر هذا الصراع التي لن ينتهي إلا بالإطاحة بعرش آل سعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر